السلام عليكم و اهلا بكم في القناة في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وجبة غداء سريعة عن حضروها في اقل من ساعة هي صحية بزاف وايضا اقتصادية لاننا ما نستعمل للحم لتجاج لاحتاجة فقط كل شي غادي يكون من الخضر اللي كتشوفوا قدامي هنا هاد الاطباق هادي هي طاجين ديال البطاطا الحلوة اللي كيوجد بسرعة والديد وصحي وبطاطا حلوة طبعا كيف ما كان عارفو دبا هي موسمية كينا موجودة ورخيصة طبق الثاني هو صلطة المغربية بالخضر الطازجة والطبق الثالث والاخير هي صلطة ديال البطاطا كانت منه ان شاء الله يجبكم الفيديو وتستفيدوا منه ونبدأ بسم الله اول حاجة غادي نبدأ بها هي الخص اللي كانفتحوه في حل هالطريقة هادي وكانوضعوه في واحد البانيو كانخسلوه مزيان لمرة اللوله كان عمرو البانيو عفوا بالمبارد وكانزيدو الواحد المعلقة كبيرة ديال الصودة وكانخليوه يتلقد على ما اه وجدنا الخضر الاخرى غادي نبدأ بتحضير طاجين لانه هو اللي كي تطلب الوقت الاكتر كننقشرو الجوج ليل البصلات البصل اللي غا نحتفظو بها للصلات الشلو البصل اللي غا نوجدو بها الطاجين كنقطعو البصلة شرائح طاولة في الطاجين ممكن تستعملوه قاملة عادية اي طانجرة عادية كنوضعوه زيت الزيتون تقريبا جوج مع علاق كبار كنزيدو البصل اللي قطعناه وكنوضعوها هذا الطاجين هذا فوق النار متوسطة الى هادئة اعلى موجدنا البطاطا كنقشر البطاطا الحلوه ممكن نستعملو هذا النوع هذا اللي كيكون ابيض او النوع الاخر لكيكون احمر او برتقالي يعني المتوفر البطاطا حلوه هي صحيه بزاف وهذا هو الموسم دياله وضروري انا نستفدو منا نوجدوها كي نستفدي الاطباق ممكن نحضرهم بهد بهاد الخوضر عفوا بهد الخوضره دي البطاطا الحلوه مني كنقشروها نقطعوها قطاع وكنوضعوها في البانيو فيهن ما غنوجدو واحد المجموعة ديال فحل شرموله باش غنقبلوها نخلطو بها هاد البطاطا هادي هي القصبر المعدنوس تقريبا جوج مع علاق كبار الملحة حسب الطوق نصف ملعقة صغيرة ديال الخرقوم نصف ملعقة صغيرة ديال السكنجبير شوية ديال الفلفل الاسود ايضا تقريبا ملعقة صغيرة ديال القرفة لان القرفة كتبتن زيان مع البطاطا الحلوه نضيف واحد ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون وكننخلطو هاد الخاليط هادا جيدا في البطاطا نقشرو نقطعو واحد الحبة ديال الطماطم في حالي كتشوفو هكدا مني كتتقل البصلة كنضيفو نصف الكمية ديال طماطم في الفوق وكان هادا كالبانيو اللي فيه التوابل كان عمروه بالماء ماشي كان عمروه ولكن مقدار لي غطينا البطاطا في حال هكدا كنتأكدوا بان البطاطا مغمورة بالماء باش تطيبن زيان كنغطي الطاجين ديالنا وكننحطوه فوق نار متوسطة كيبقى تقريبا 20 دقيقة الى 30 دقيقة وكيكون هاد طاجين هادا واجد فهد الوقت هادا غنحضرو فيه السلطة ديال البطاطس غنسلقو البطاطا غنقشرو البطاطا نتأكدوا بان انا نزولو حتى هذيك القشرة اللي كتكون داخل الداخل فحال هاد شكلا هادا باش هاد البطاطا هذي ما تبقاش تمشيو جي وحيتيها كبيرة وكنستعمل واحد سكين حاد كنقطعو واحد طريف من القاع وكننحطو باش كتقول لي ما كتبقاش تمشي وجي فوق فوق هذيك الخشبة كنقطعوها بالطول فحالي غنعملو البوتيتوز اللي في الفران من بعد كنقطعو هاد القطع هادو مكعبات يكونوا فنفس الحجم مكعبات تقريبا سنتيم ونصف سنتيم ونصف فحاله تشكل هادا كنوضعو هاد البطاطا هذي فوحة الكاسرونا كنعمروها كنغطيو البطاطا بالمبارد وكننعملوها تسلق تسكتعو تقريبا 15 دقيقة كنقطعو نبدو في تحضير السلطة المغربية كنقطعو نصف باصلة متوسطة الحجم وكنشلوها مزيان بها الطريقة هذي ايضا نصف فلفل هاد الفلفل هادا حلو نصف فلفل من الحجم الكابير كنقطعوها شرائح طويلة فحال هكذا ايضا كنعمل نفس العمالية بنسبة لنصف الفلفل الاحمر كنقطعو مربعة صغيرة فحال هكذا كنقطعو عفوا كنقشرو الحباء ديال الطماطم اسهل طريقة لتقشير الطماطمي كنقسموها على الجوج من بعد كنقشروها كنعرفو بان الطماطم اللي كنستعملو في سلطة ما كنضغطوش اليها باش نخرجو البودور دياله وانما كننزولوهم من بعد كنقطعوها بالطول واذو كهه القطع الطاولد لكنقطعو هكو مربعات صغيرة كنقشرو الخيار شكوه هلو ربعه يلا كنوست ديال الخيار يعني في بساف ديال الزريعة كنحيدوها هذا الخيار اللي عندي أنا صغير مفيشه زريعة بساف ما kaum ع hidev체적 نقطعوه حتيهوه بالطول وكنقطعوهم هكو كعبات صغار في حالة شكل هذا. بالنسبة للخص كان نغسلوه مزيان من هذي كصودة ومن المال اللي فيه كان نضعوه في هاد الالة هذي باش ينشف كان لاحظوش حالي المك يهبط منه. مني كان نشفو هاد الخص هاده مزيان ممكن اننا نستعمله كامل يعني حسب العائلة دينا على حسب الافراد او ممكن لغيشتنا نضعوه في واحد الورق ديال المطبخ في حالة تشكل هذا ونضعوه في كيس بلاستيكين ونحتفظو به في التلاجة اللي غد له او مني نحن نبغي نحتاجوه نلقا وهو هاجد هذيك الخص اللي غنحتاجو دابة غدي نقطع قطع صغيرة جدا بنفس نفس الحجم ديال طماطم و ديال الخص و ديال الخيار اللي كانين في الصلاطة وكننضيفوهم ونجهزو الصلصة هي صلصة الصلطة المغربية سهلة بزاف غدي نزجوه نصف ملعقة صغيرة ديال فلفل اسود والعاصر ديال نصف حمضة كنضيفو ضعف الكمية ديال الحمض ديال زيت الزيتون يعني تقريبا ثلاثة ديال معالق وكنننزجو هاد العناصر هادي جيدا كنطربوها كنحتفظو بها جانبا ما كنضيفوها الى هذيك السلطة حتى مني كنبغيو ناكلوها كنضيفوها الى السلطة قبل ما نقدموها مباشرة وكنننزجوها مزيان حتى كنتتغطى الخضر كاملة بهذيك السلطة هادي جد وحكرة من بعد خمسا عشر دقيقة قلبو هادي كالبطاطا قلبوها راها اه طابت كنصفىوها من الماء وكنخلوها في الكسرونة باش يزيدها لك لم يتبخر منها وكنننجهزوا السلطة اللي غنخلطو بها او شرمون هاد الى هاد الى هاد البطاطا اللي هي ملقة كبيرة ديال القصبون المعدنوس تقريبا جوج ماol نضيف تقريبا ثلاثة مع لقبار زيت الزيتون ملعقة كبيرة الحامض و نزجها جيدا نخلطها سخونة لتشرب الزيت لتزيين حسب الضوء سلطة المغربية بالقشرة اللي لويتها على شكل وردة والسلطة البطاطس سلطة المعدنوس طاجين ها هو وجد الرائحة دياله ما نقول لكم ش رائعة لما ضاق لديد جدا نزيد له شوية ديال القصبور او المعدنوس مقطعين صغير فهذا كتغل تزيين و نقدمه الغداء ديالنا اللي هو صحي الالوان دياله رائعة مشاهي و اقتصادي و وجدنا في اقل من ساعة كنت مننا ان شاء الله تكون عجباتكم هاد يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم و لقيتوا فيها افكار تستفدوا مننا بصحة و الراحة ما تنساوش تضغطو على لايك و تخليولي تعليق الاسئلة ديالكم اسفل الفيديو و ان شاء الله نتلقوه في الفيديو القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة